أهم رياض كينجوج كايبعدة ريانة نظيمة اللي واب ديناه اليوم هو يعني إعادة انتخاب هيا كيديا المجلس ورئيس مجلس النواب آآ ورؤساء الليجان عدان عمليات تقنية بطبيعة الحال كتكون تتمتيل نسبي واتشي مهضطة على مستوى السياسي بطبيعة الحال حين فارق تبدو مشتركين بين ريانة الأولى الكبرى هي القضية الوطنية يعني غتتبقى حاضرة ديمام الأولويات دينا في الدفاع القضية الوطنية وتفعيل الدبلوماسية الموازية من أجل الدفاع الوطنية بالنسبة على المستوى الرقابي كفريق هذه عنا أولويات الأولوية الأولى وهو الدعم دي القدرة الشرعية دي المواطنين المواطنين والدفاع لها واليوم قصصة أنك حوار اجتماعي بغينا نفعل حكومة أن يكون حوار حقيقي ما يكونش حوار يعني دي المقايضة أننا نتقبل لي قانون الإضراب وقالون نقابات ونزيدك واحد جوجة ريال وتقبل لي إصلاح تقاعد وفالاخر يقال موظف أن هذا شيء يتزادل وتنقص له من هنا يعني بغينا يكون دعم حقيقي القدرة الشرعية وحنا مع الإصلاح ديال السنوقة ديالت تقاعد طيب الحلوكي ما يضرش يعني بهذه القدرة الشرعية مسألة أخرى هو ديال هذه الندرة ديال الماء اليوم الحكومة سيكون عندها يعني واحد الخطة واضحة وتكون عند السيدات والسادة النواب وعند المواطنين باش يعرفوا لأن اليوم نفس الرابع اليوم رغم هذا الأمطار اللي تحسوا لكي مازال كي خاصة كبيرة من نسبة للماء الصحيح للشرب ما ما كنت نعلم في العائل الماء الصحيح للشرب مسألة ديال الأمن الغدائي والأمن التقليل يوم من طروح كذلك بحدة يعني اليوم خاص الحكومات تراجع لأولوية ديالها وتسفر المواطنين الأقل قمح بصفة يعني كافية لأن اليوم تلقوا عارفين المغاربة وثقافة ديالها قصة يعني عادة نظر بعض الزراعات اللي كتسهلك لنا الماء والساج والزراعات اللي كيكل نلافوكي لحيدها وخليت القمح وخي يكون يكلمه ولكن بين ضروريس مش عايز شو مواطن مسألة الثانية وأول أمن تقليل يوم الغلاء ديال ديال المحروقات ما زال ما نقين له أجوبة بالنسبة لأقر كي ننص على المستوى الدولي ومجلس المنافسة مؤخرا يعني تقرير دياله أو لرأي دياله رعبيا للشيء أننا ما كيكوش نحكاس أما بين الخفاض على المستوى الدولي ومن كيكورة الصيفاء كيكون يعني في نفس الوقس يعني ننتظر اليوم من مجلس المنافسة لعب الدور دياله كذلك منسبة للاسامير لازلنا ننادي بيعطيونا شنو هو سبب عشبه شي شغلو لسامير لأن اليوم هاتك تدرع بأن المحكمة الدولية لا علاقة تلابه المحكمة الدولية عندها علاقة مع الدولة المغربية ماشي مع لسامير يعني يعادة تشغيل يلاسامير لغادي على الأقل تربحنا واحد تلت تدرام والأربعة ده ويكون عنا أمتقي دياله كذلك على المستوى تشريع المشاريع قولي سحبت الحكومة ديال الإطراء المشروع ديال بالنسبة للمقالع أين فين وصل هاتش يخصومي لأن اليوم حنا في نسبة الولايات إلا كنت عندهم هذه النية ماشي نية يلتزموا غير برنامج حكومة لأننا نبيل المرجعي ديال برنامج حكومي والنموذج النموذج والنموذج النموذج يقولك محاربة الفساد والاحتكار والمدخل دياله هو عاد قانون ديال الإطراء ديال النشون اللي يخصوه يجيب أقرب وخص كذلك منتظر روش كابيه ودي المدوانة ديال القصرة دياله هو منتظر يعني الانبعد نهاية ديال النجناء وكذلك القانون الجنائي والمستر المدني اللي بدات يعني المناقشة ديالات فسادية في النجن دياله اشتركوا في القناة